كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشغل الشاغل للدولة خلال المرحلة المقبلة هي رقابة على تجار من أجل ضبط الأسعار وضمني أنها تعكس السعر الحقيقي للسلع مشيرا إلى أن أولويات الحكومة لتدبير العملة هي السلع الغبائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية إزاي ضبط الأسعار وأن الأسعار تكون بتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع وهنا أنا دي بأتكلم وبوجه رسالة لكل تجار مصر أن في إطار اللي إحنا بنعمله وإدارة تدبير العملة والدولة المصرية والبنك المركزي حيبقى ملتزم بتدبير العملة وهنا أنا بأكد على نقطة أخرى مهمة جدا الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية إيه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتاقتها الأدوية العلف المنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة